اشتركوا في القناة احبانا مشاهدين في كل مكان حديث اليوم عن موضوع كتير كتير مهم كن سامريا صالحا طبعا الثيم اخدته من بشارة لوقة في الانجيل المقدس الإصحاح العاشر ولكن الرسالة اليوم مش التركيز فقط على القصة ولكن بشكل عام هي دعوة لكل واحد أن يكون سامري صالح قال يسوع هذا المثل لا ليكرم السامريين أو يهين المتدينين اليهود ولكن بكل بساطة الذي يصنع الرحمة اللي قلبه مليان محبة شخص مقبول عند الرب احبائي العالم بيحتفل في عيد المحبة بغض النظر شو هي المحبة فالمحبة هي أسمى العلاقات الإنسانية سواء مع أخوك أو عيلتك أو زوجتك أو زوجك إلى آخره وعادة في هذا العيد بعبر عن المحبة ولكن المحبة هي لغة المحبة هي أكثر من مجرد تعبير المحبة الحقيقية هي تعبير عن محبة الله التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس عندها نستطيع أن نعبر للآخرين عن هذه المحبة وبالمناسبة أو بهذه المناسبة لكل أحبائنا ومشاهدين نقول كل عيد حب وإنتم سالمين وأصلي إلى الله أن تختبر محبة المسيح المغيرة المضحية الغافرة والساترة في حياتك لكي تعكس هذه المحبة على الآخرين ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مرة تانية كنا سامريا صالحا وإحنا عم نشاهد الأخبار بقلب مدمي وبحزن شديد على ما حدث في تركيا وسوريا في البداية نقدم التعزيات ونصلي من أجل كل العائلات اللي فقدوا أحبائهم ربنا يعزيكم ربنا يقويكم وربنا ينظر إليكم وبالحقيقة يعني تعتبر فاجعة مأساة وكارثة ما حدث في تركيا وفي سوريا أيضا إحنا منصلي من أجل كل العائلات المتضررة منصلي من أجل حكمة للحكومات كيفية التعامل مع هذه المواضيع الصعبة وفي نفس الوقت يعني قلبنا يدمى على كل الناس اللي فقدت بيوتها وكثير من الناس إما عايش في الشوارع أو عايش بالمساجد أو في الكنائس لأنه حتى ما بيقدروا يرجعوا للبيت لأنه البيت ممكن ينهار في أي لحظة أنا عاوز أقول لكل شخص بيشاهدنا أنه أنتوا في محبتنا بفكرنا وبصلواتنا أيضا ولكن أيضا الغرض من هذه الحلقة أنه نتحرك ونتكلم أيضا بشكل عملي والشكل العملي هو مش بس تعبير مجرد كلمات ولكن فعلا تكون حقيقة خلينا أقول في البداية أن تركيا أو هي كانت آسيا الصغرى وسوريا أو ولاية سوريا في أيام المسيح كانت تعتبر من أهم المناطق في أيام الرومان فمثلا تركيا يعني منشوف أنه مر فيها الآباء مثل إبراهيم ومثل يعقوب وفي سوريا أيضا منشوف تجديد واهتداء شاول الترصوصي اللي هو بولوس الرسول ومنشوف كنيسة أنطاكيا سوريا هي مع سوريا ولكن اليوم طبعا أصبحت جزء من تركيا في لواء اسكندرونا منطقة جميلة جدا تعلو فوق سطح البحر وكانت تعتبر من أجمل المدن في أيام الرومان وكانت تعتبر ثالث أكبر مدينة في الإمبراطورية الرومانية كانت مدينة حضارية ثقافية مدينة دينية بيكثر فيها المعابد وأيضا مدينة إدارية سياسية في تلك الأيام ولكن أنطاق يا أحبائي يعني مناطق الزلزال في منطقة الشمال كانت تعتبر مركز الإرساليات التي تحرك منها برنابة وبولوس الرسول وزارها بطرس الرسول ولا ننسى في تاريخ الكنيسة أغناطيس الأنطاقي أو الشهرة يحنى ذهبي الفم وهؤلاء العمالقة منهم كمان كان أشخاص آخرون في أعمال 13 اللي منهم أنبياء ومعلمين أيضا كلهم من تلك المنطقة وطبعا فوق الكل أنه زارها بطرس الرسول والرسول بولوس يعني مش بس خالصة في منطقة دمشق ولكن الله اختاروا أن يكون رسول للأمم هذه المناطق اللي شهدت أمجاد الكنيسة الأولى هذه المناطق التي شهدت الإرساليات العظمة هذه المناطق التي شهدت المعجزات الخارقة والنفوس التي كانت تتكاثر وتزداد في العدد كل يوم هذه المناطق أحبائي نصلي أنه مجد المسيح وحضور الله يرجع إلى هذه الأماكن ومشان هيك أنا وضعت عنوان لهذه الحلقة كن سامريا صالحا وطبعا الموضوع أخدته من بشارة تقلوق الإصحاح العاشر من آية 25 مكتوب وإذا نموسي قام يجربه قائلا يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فقال له ما هو مكتوب في النموس كيف تقرأ فأجاب وقال تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك فقال له بالصواب أجب افعل هذا فتحيا وأما هو فإذ أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع ومن هو قريبه فأجاب يسوع وقال إنسان كان نازلا من أرشليم إلى أريحة فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله وكذلك لاوي أيضا اتصار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله ولكن سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه تحنن فتقدم وضمض جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه داء على دابته وأتى به إلى فندق واعتنى به وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أفيك فأي هؤلاء الثلاثة طرى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص فقال الذي صنع معه الرحمة فقال له يسوع اذهب أنت أيضا واصنع هكذا طبعا يعني الفكرة الأخيرة اللي وصل يسوع استنتاج هذا النموسي أو هو كاتب يعني ضليع دارس بعلم الشريعة وكاتبها أيضا وسأل سؤال من أهم الأسئلة ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية ركز على العمل ولكن أجاب المسيح بالصورة التي يفهمها هذا الكاتب أو هذا النموسي اللي بالحقيقة كان السؤال ليجرب يسوع المسيح لكي يوقع يسوع المسيح في خطأ معين فرد المسيح لأن المسيح بارع في فن التواصل رد عليه بسؤال وسأل يسوع المسيح يعني هو سأل يسوع ولكن يسوع سأل ما هو مكتوب في النموس كيف تقرأ طالما أنت معلم للشريعة ومعلم للنموس طبعا بالنسبة للشريعة النموس هذا متعارف عليه في التقليد اليهود اللي هو الوصايا الأدبية ما نسميها الوصايا الأخلاقية الوصايا العشر وهذه الوصايا تلخص بكل بساطة تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك ومن كل فكرك وأيضا يعني وصية ثانية مثلها تحب قريبك كنفسك ذي أهافتا لرعخا كموخا ولكن هنا أراد المسيح أنه يعرف عن القريب فضرب هذا المثل ردا على سؤال هذا النموس الذي وقع بالفخ نفسه إذ أراد أن يبرر نفسه فمن هو قريبه هل هو مجرد اليهودي من إخوتي أو من جنسي ولكن صدموا يسوع بهذا المثل أو هذه الحادثة التي شيء طبيعي كان بيحدث في بلادنا فمنطقة القدس هي منطقة عالية جدا على جبال عالية ومدينة أريحة هي أخفض منطقة في العالم وأقدم مدينة في العالم فطبعا اللي نازل من أورشاليم احنا بنتكلم على نزول الجغرافي بينزل لأريحة يعني بعمق ألف متر وطول المسافة يعني بين السبعة وعشرين للتلاتين كيلومتر بحسب المصار ولكن اللي بيسمعوني من المواقع الكتابية أو من الأراضي المقدسة انتوا عارفين أنا أقصد الطريق القديم الروماني الطريق اللي بيسموه اليوم وادي القلت وينك كنيسة القديس جورج المعلقة على سفح الجبل هذا الطريق محفوف بالمخاطر هذا الطريق وعر جدا وعبارة عن كانيونس عبارة عن يعني جبال إلها سفوح عميقة جدا عندما تمتر في أورشليم وفي منطقة البيت لحم والخليل المي بتنزل من هذا الوادي وتعتبر شلالات قوية جدا ولكن بالصيف بتكون حار وجاف لأنه المنطقة بتوصل درجة الحرارة بين الخمس واربعين للخمسين درجة مئوية لأنه المنطقة صحراوية المنطقة اللي كان فيها إلي النبي وين الغربان كانت تأتي إليه باللحم والخبز وين كان بيشرب من المي حتى جف الينبوع معروف لحد الأربعينيات والخمسينيات إنه كان فيه قطاع طرق وبيتظاهروا أحيانا إنه مصاوب وبيهجموا عليه اللصوص وبيأخذوا أو بيصرقوا كتير من الحالات اللي بتحدث فيها جرائم القتل هذه المسافة المحفوفة بالخطر أول شيء بنتسأل شو اللي جاب السامري إنه يمشي بهذا الطريق من القدس أرشليم إلى أريحة لأنه في بلد للكهنة والكهنة كانوا 24 فرقة وكل فرقة إلها شفت إلها وردية معينة بيخدم بيخلص التوقيت تابعه وبيرجع للمنطقة القريبة منطقة الكهنة ولما بيتكلم عن القصة بيتكلم عن رجال اتنين رجال دين واحد كاهن واحد لاوي الكاهن اللي بيقوم في الدبايح وخدمة الهيكل واللاوي طبعا هو مش منصب تهرون ولكن معاون أو مساعد للكاهن والغريب إنه هؤلاء رجال الدين شافوا الشخص ومع إنه الشخص المجروح والمعرّة وبين حين وميت واحد نظر ومشي والتاني نظر وجاز مقابله ولكن لم يفعل أي شيء ولكن الشخصية الثالثة السامر الصالح جاز وعلى طول قلبه مليان محبة قلبه مليان يعني رحمة هذا السامر أولا خاطر بحياته ازمر في هذا الطريق المحفوف بالمخاطر شيء تاني هذا السامري كان محب وعنده حنان وشفقة ورحمة على حتى شعب مش من جنسه وكان في عداء شديد بين السامريين وبين اليهود ومش بس كان حكيم عندنا اليوم الطبيب في فلسطين وليبنان وفي الأردن بنادوا الطبيب يسموه حكيم انتو من رايح رايح عند الحكيم فالحكيم هذا حامل ما نسميها اليوم فيرست ايد اللي هو الإسعافات الأولية وشو كانت الإسعافات الأولية من زمان كانوا بيحملوا الخمر والزيت الخمر عشان طبعا أنا مش طبيعي بس هو تيالي يعالج الجروح ويطر الجروح والخمر حتى يطهر الجروح ويقوم بالعلاج يحط العلاج اللي الموجود وطبعا هذا السامري عمل شيء أكتر مش بس أسعفه يعني ما تركوش أنه يموت يعني لو تركوا أكم ساعة ممكن يفقد الحياة ولكن رجع هو نازل ورجع رجوع قريب على منطقة القدس اليوم في فندق يسمى فندق السامري الصالح يعني غير المصار تبعه بغض النظر شو البزنس اللي كان رايح يعملوا من نفس هذا المصار حتى ينصل ينزل إلى طريق الغور غور الأردن ويكمل يعني للمنطقة الشمالية يعني عن طريق هذا الغور في أواصل الغور بيطلع جبال مرة تانية حتى يصل مدينته مدينة السامرة طبعا اللي اللي شايف في الناحية الجغرافية كله استغراب وعجب ولكن المسيح قال هذه القصة حتى يظهر الشخص بغض النظر شو الخلفية شو العرق إنه هذا الشخص ساعد وغير مصاره ومش بس ساعده بالنهار ضل معاه في الليل لأنه نام لأنه نام معاه في الفندق وتاني يوم الظاهر صاحب الفندق بيعرفه قال له على فكرة وإذا أنفقت يعني إذا فيه أي رسوم أو أي تكليف أخرى أنا خرطوشة فردك اللي بدكياته أنا مستعد فيه وفعلا يعني كمل الواجب إلى أتمم يعني منقول كمل الدين الحقيقي بأتم الواجبات وهنا أحبائي منيجي للحكيم الحكماء طبيب الأطباء البارع في فن التواصل عندها سأل المسيح هذا المتدين هذا النموسي وقال له فأي هؤلاء الثلاثة طرى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص تعارف الآية بتقول أحب قريبك كنفسك عمل حاله زكي من هو قريبه ضرب القصة أو المثل وبعدين المسيح رجع وجه السؤال لليهود فأي فأي هؤلاء الثلاثة طرى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص وهنا يعني كأنه عم بعض على الرصاص رغما عن أنفه كان الجواب حتى بدش يقول كلمة يهودي بدش يقولها فقال الذي يعني سوري مش عاوز يقول كلمة السامري لألا يتنجس سامري يعني كافر بالنسبة لليهودي قال الذي صنع معه الرحمة فاستل المسيح السيف يعني كلامه فقال له يسوع اذهب أنت أيضا واصنع هكذا قصة عجيبة اللصوص هي صفة الشيطان طبيعة الشيطان مكتوب الإرهابي لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل فالشيطان هو لص عاوز يسرق كتير أشياء من حياتنا يأخذ ولا يعطي يعني الشيطان دايما يمكن بيوريك المتعة أو اللزة المؤقتة ولكن بالحقيقة بيأخذ صحتك بيأخذ حياتك بتدهور حياتك تصبح تعيسة ومظلمة إلى أبعد الحدود هذا النوع من الناس اللي دايما يأخذ ويأخذ ويأخذ لكن في النوع التاني اللي هو يسوع يعطي ولا يأخذ ولاحظ أن المسيح قدم حياته بذل حياته من أجلك ومن أجلي والشيء الأعجب أن المسيح لم يعد بملكوت أرضي ولم يعد بإغراءات دينية أو مادية ولا حتى بجنة المسيح لم يعد طريق مفروش بالورود بل حتى شجع أتباعه أنه يتركوه وأعطى الحرية الكاملة بالاختيار يختار من يعبد فممكن الإنسان ينتمي لدين ولكن قلبيا مش قادر يترك الدين لأنه خايف خايف لأنه ممكن يؤزى إذا ترك الدين وهكذا أحبائي رسالة يسوع هي رسالة العطاء رسالة التضحية رسالة البذل ولكن بين اللص الشيطان وبين يسوع في نوعيات كثيرة من الناس نوعيات المتدينين اللي عندهم مظاهر وأشكال التدين الخارجي كان بهم أنه يقوم في خدمة في الهيكل ولكن الخدمة الحقيقية أنا مشغول اتركني ولكن بالحقيقة الله بيحط أشخاص أو أمور في حياتنا حتى نتحرك بحسب هذا الاحتياج لا يهم إذا عندك اجتماع بكنيسة ولا عندك أي ظروف في ظرف حصل إيه أنت ممكن تعمل ممكن تحط كل الشكايات وكل اللوم فهؤلاء النوعيات من الناس مثل الكاهن ومثل اللاوي يعني فعلا لا يأخذ ولا يعطي على الأقل الشيطان يأخذ ولا يعطي يعني بيأخذ شيء هاي الناس اللي عايش لا بتأخذ ولا بتعطي تعمل الفرائد الدينية وعند القبر يقال فلان أكمل وتمم واجباته الدينية على أكمل وجه يا 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 الظلمة التي تعمل القلب والأذهان عندها لا يستطيع الشخص أن يرى فالسؤال نموسي بتاع النموس سأل يسوع يعني بجربه لكن المسيح قال له افعل هذا فتحيا فلما أجاب الوصايا وفعلا بالنسبة لشعب إسرائيل حتى يحافظوا على الوصايا ولسيما داء الأمرين سواء السبي الأشوري سواء السبي البابلي الأشوري طبعا 722 قبل الميلاد السبي البابلي هو السبي يهوذة أشور سبأ إسرائيل يعني العشر أصباط الشمالية باب 586 قبل الميلاد السبأ يهوذة وبنيمين وطبعا بعد فترة الرومان دمروا أورشليم ودمروا الهيكل في سنة 70 ميلادي مش بس هيك قامت ثورة أخرى في أيام بركوخفا في أيام الإمبراطور هيدريان أو هيدريانوس حوالي سنة 132 إلى 135 ميلادي فراح هيدريانوس هدم المدينة بالكامل دمرها تدمير كاملا وغير الاسم لإليا كابيتولينا ولم يسمح لدخول اليهود وضل الوضع لحد مجيء الإمبراطور قسطنطين أعطى حرية العبادة أن اليهود يرجعوا ويمارسوا عبادتهم في المنطقة اللي هدم فيها الهيكل ولكن شو عمل هيدريان بدأ معبد للإله زوس بالضبط فوق القبر المقدس في كنيسة القيامة ولما جاءت القديسة هيلاني اللي هي أم الملك قسطنطين سألت الناس ما هي متذكرة مش فترة طويلة فقلوا لها أنه في هذا المكان وفعلا لما هدموا هذا المعبد تبع زوس لاقوا القبر المقدس قبر يسوع المسيح إخوتي وأخواتي الفكرة أحبائي أن الله بشوف الدافع وبشوف القلب وبشوف النيات فسألوا يعني ماذا يطلب النموس ومرة تانية هذا في سؤال كان يعني موجه ليسوع بحسب متى ومرقص في مرقص قال هذه العبارة اللي برددها كل يهودي اسمع هنا المسيح بشدد عليها لأننا نؤمن بالوحدانية الله واحد فقال يسوع المسيح اللي سألوه هذا السؤال شمعي إسرائيل أدناي إليهينو أدناي إخاد اسمعي إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل نفسك ووصية مثلها لاحظ وصية مثلها تحب قريبك كنفسك وهنا أضاف المسيح يعني أضاف مش على الكلمة المتعارف عليه بن العهد القديم بهذا يتعلق النموس والأنبياء بكلمة وحدة ترجمها يعقوب تحب قريبك المحبة للآخرين المحبة للآخرين هذا ما يطلبه كان النموس ولكن يعقوب برجع بكلمنا عن النموس وقال من عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل طيب شوه النموس النموس هو مثل مرآة بيعكس حياتنا خطيتنا لأنه بقول لا تزني لا تقتل لا تشتهي لا لا إلى آخرين لا تص فأنا مش عم بقدر عيش كمال الله فالنموس على طول بيوريني بيظهر لي خطيطي بس ما بيخلصني بقولك انت خاطئ لكن بنفس الوقت النموس بوجهك للشخص اللي تمم واللي كمل النموس الشخص الكامل هو يسوع المسيح فنحن نتبرر في بر المسيح ونحن نتكمل في كمال المسيح ليس لأي استحقاق فينا ولكن الاستحقاق ما فعله يسوع من أجلك ومن أجلي بموته على الصليب يعني النموس كله يلخص بكلمة وحدة محبة الرب يعني أولا محبة الرب فوق الكل وطلب ملكوت الله أولا ومحبة القريب كالنفس هذا هو كل النموس اللي هو نموس المحبة اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس فالمسيح وضح وسع الفكرة أعطى بعد روحي تفسير روحي عمق روحي لفكرة القريب فمن هو قريب وكأن المسيح يقول إن القريب هو أي إنسان محتاج من أي جنس من أي عقيدة من أي لون من أي خلفية اجتماعية أو عرقية يعني بيتكلم عن محبة عملية الحب وهذا الحب العملي الذي يسدد احتياجات الآخرين فإذن أحبائي بيتكلم عن عطاء المحبة أو المحبة الباذلة المعطية فالعطاء هو تعبير عن المحبة العطاء هو تعبير عن الشجاعة من الشخص اللي بيعطي الشخص اللي ما عندهش خوف بيعطي لأنه يدرك إنه الله هو مالك كل الكون وحياته في إيد الرب ما بخفش عارف إنه الله بسدد احتياجاته قال داود كنت فتن وقد شخته ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا الرب راعية فلا يعوزني شيء في مراع خضر يربضني إلى مياه الراحة يريدني على طول في مزمون 23 آية 6 مكتوب إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي الأشبال احتاجت وجاعة وأما طالبوا الرب فلا يعوزهم شيء من الخير يملأ إلهي جميع احتياجكم أحبائي الشخص اللي بعطي هو الشخص الشجاع هون عاوز أقول طالما في كارثة في هذه الأيام السامر الصالح صار رمز مش بس رمز ليسوع رمز للخدمة العملية المعطاءة كانت كل على فكرة المسيحية هي التي أسست الخدمات الاجتماعية يا دوبنا بس من الجديد ابتدينا نشوف إنه ناس من ديانات أخرى ابتدأت تعطي ولكن حقيقة المسيحية هي اللي بنت المدارس وبنت الجامعات وبنت العيادات وبنت المستشفيات وكانت تذهب لتسعف احتياجات الناس المسيحية في هيئات وجمعيات كثيرة تسمى السامر الصالح وفي أي ديزاستر أو أي كارثة في العالم زلزال أو بركان أو فيضانات أو أو إلى آخره بيتحرد تتحرك هاي الجمعيات سواء السامر الصالح سواء الصليب الأحمر سواء الولد فيجين سواء هيئات وخدمات كثير وعلى فكرة أنا بشكر رب أنه نور لجمع الأمم كمان إحنا مش بس خدمتنا كرازية خدمتنا مساعدة الآخرين بالذات الإحتياجات في هذه الأوقات العصيبة وساعدنا في أيام الحرب في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي مصر وفي السودان وفي أثيوبيا وفي فلسطين وأقول هذا لتشجيع الآخرين أنه حياتنا هي بذل هي عطاء هي حب أنك تبطعت بتظهر يسوع الحي الحقيقي في حياتك بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض فالعطاء بعبر عن المحبة بعبر عن الشجاعة العطاء بعبر عن الإيمان وأنا بعطي الرب رح يسدد احتياجاتنا مش رح يتركنا ما تركش أي إنسان الله واليوم في ناس بتمر في ظروف صعبة قاهرة حط ثقتك في يسوع خلي عينيك على يسوع المسيح ما تخافش كون شجاع إحنا منفكر إنه الأغنياء فقط اللي بتعطي إحنا نشكر رب من أجلهم ولكن أغلبية الناس هي الناس العادية اللي بتعطي واللي بتكرم الرب في عطاءها وهذا العطاء مثلا مثل خدمة نور لجميع الأمم أو ليكن نور هو بسبب عطاء الناس اللي عم توصل البشارة وكانت سبب خلاص ملايين من النفوس والناس اللي تباركت وتشفت ورأت معجزات من خلال كلمة الرب اللي منعلنها من خلال الشاشات العطاء هو محبة العطاء هو تعبير عن الشجاعة العطاء هو تعبير عن الإيمان أنا أعطي بالإيمان والعطاء أحبائي هو التسليم والتكريس الكامل أي أنا لا أمتلك أي شيء كل ما أنا كل ما هو لي كل ما عندي هو ملك الرب يسوع المسيح أحبائنا وإخوتنا في تركيا في سوريا يمكن محتاجين زيت ومحتاجين الخمر أنا بتكلم من ناحية روحية الإسعافات الإنعاشات التعضيد المساهمات وأنا أقول هذا الشيء مش على أساس أنه عاوزك تتبرع لخدمة نور لجميع الأمم إلى آخرة ولكن أقول هذا الشيء أحبائي لأنه هذه الأيام فعليا أنت بتثبت أنك أنت سامري صالح ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر 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 أهلا أحبائنا مشاهدينا حديثنا في هذه الحلقة كن سامريا صالحا وطبعا هذا تشجيع لكل واحد أنه فعلا يكون شخص مليان محبة مليان رحمة مليان ثمار من الأعمال الصالحة قبل ما أكمل حديث خليني أخد مكالمة من الأخت يوستينا أهلا وسهلا أخت يوستينا أنت معانا على الهوى أهلا وسهلا كالسيسة شاهين ربي باركك ربنا يباركك ربنا يباركك أشكرك على هذه الخدمة اللي أنت بتعمل الخدمة عظيمة ربنا يباركك شكرا حبيت أسلم على الإخوة اللي بيسمعوني الآن كلهم وحبيت أشارك في الموضوع اللي أنت طرحت اللي هو التسامح والغفان بمناسبة عيد المحبة أو عيد الحب حبيت أقول أنه أنا اشتركت يامي الآلام ولي هذا الشي اللي قلت كثير عشت تهارات طول سنوات إيماني بالمسيح طيبا أنا اشتار الشي من الطفولة أنا حبيت من هذا المنظر أني أنا مسامحة الناس اللي أدوني كانوا كثيرا ناس طبعا ومع أوفة جنسياتهم ومع أوفة دياناتهم وفي منهم اللي أيضا يدعوا المسيحية يقولوا عن أنفسهم أنهم مسيحيين وللأسف الشديد هم أخلاقهم بعيدة كل البعد عن تعاليم السيد المسيح اللي تقول أنه ما لازم تشتم ما لازم تكذب ما لازم تكه حتى أعدائك عدوك اللي هو عدوك ما لازم تكه ما بالك أخوك في الإيمان اللي هو مسيحي مثلك المهم هذا مش موضوع أنا حبيت أعلن الله فعال مثل ما السيد المسيح غفع على الصليب غفع ماذا يفعلون أغفع لهم أنا حبيت أغفع للناس اللي أدوني سواء كانوا مسلمين أو كانوا مسيحيين أو كانوا أين كانوا حبيت أقول أني أنا مسامحة للناس اللي أدوني وأنا مستعدة أساعدهم مو فقط أسامحهم لا بل أيضا أساعدهم رب يسوء زاء فينا المحبة مش الكور نعم أمين أمين يعني أنت اللي أزوكي طبعا بسبب إيمانك بالمسيح يسوء أنا تقديت مش فقط بسبب إيماني بالمسيح مش هت أبالغ وأقول فقط لأني مسيحية لا أيضا لأني أنا إما في مجتمع إسلامي والمجتمع الإسلامي معهوف بأدوانيته ضد الظلماء حتى لو ما كانت مسيحية السبب الأول أني أنا أعتنقت المسيحية عن قناة وكنت أبشر بها وأيضا بسراحة كنت أعتنق الإسلام ليس كورا يعني وصلت أنا سامعك سامعك يا أخت يستينا أنا سامعك لكن عاوز أقولك شيء إنه إلهنا إلهنا هو إله التعويض إله البركة آمين وكل اللي ظلموك وكل اللي أزوك أنت عم تتصرف بالشيء الصح عم تغفري وعم بتسامح من كل قلبك وخلي بالك أنه أنت لما بتغفري من كل قلبك أنت نفسك بتتحرري من أي يعني من أي قيود من أي سجون من أي حواجز بتطلع من أرض السبة وبتكون عايشة في حرية يسوع المسيح وفي نفس الوقت نحاول نلاقي طرق مش بس نصلي من أجلهم ولكن نلاقي طريقة إنه نساعدهم ونسندهم أيضا نحن حتى نساعدهم حتى نساعدهم لازم نعرفهم على شكل سوء المسيح هذه الطريقة حتى نساعدهم لحتى نساعدهم لازم نوريهم دينهم إنهم بصراحة لا يعرفوا أي شيء عن الإسلام هذه هي الطريقة اللازم نساعدهم بها مش كورا فيهم لا بل محبة هذا ينبؤ من المحبة مش من الكور نهائيا يعني ربنا يباركك يا أخت يستينا وانت في صلواتنا والرب يستخدمك الرب يستخدمك والرب يعودك شكرا كثير على المداخلين شكرا لك شكرا لكم وشكرا للإخوة الله يباركك الله يستلمك شكرا ورح أخد مكالمين مكالمة من الأخ زكريا بتهيألي من المغرب أهلا وسهلا أخ زكريا أنت معنا على الهوى سلام ونعمة سلام ونعمة المسيح معاك يا أخ زكريا تفضل ربي باك يا أخ زكريا تفضل حبيبي الذي أظلم البشرية نفسك الأرض وحرمه من نعمة ربي باك يا أخ زكريا هو كلمة طيبة الكتاب المقدس أنه خصوص الحلقة كنا تاميريا صالحا نعم تفضل حيما تقرب بسيطة المقدس المقدس وهي تحت على فئة الخير خاصة من نعم يعني جزال توركيا و جزال الذي ضرب السوري يعني نحن تقدم بتعادل التحارة اللي وصل التحايا جزال توركيا أيها هو الزيزال الذي ضرب حتى سوريا يعني سوريا الحديث وأنه حتى برشال أسد يعني سيدنا برشال أسد الله يحفظه نتمنى ببرنامج أن يتصل برشال أسد سيدنا رئيس برشال أسد الله يحفظه وإحفظه عدم رئيس علوة يعني إنسان طيب لو حركم الدول العربية اللي صار هناك عدل حتى رغم الأديان يعني إنسان طيب يعني دل صامد لمدة 12 عاما وهو يواجه الضلاب والشيطان الإسلام يعني هو اللي واحد يعني ذلك إنسان طيب تشعر أسد الله يحفظه وتورجله بالتحيات العارض أن أقول إنسان الإسلام الذي لم يرد أن يسلم السوريا الحديث إلى الشيطان الإسلام للدواعي الضلاب صابدا وحمل كنيسة رغم الآلام يعني يعني عرضت سوريا للآلام والجهور من الساودية والدول العربية ومن الإسلام الإسلام والإسلام وضي إسرهاب يجب أن يقدم إلى مطلع هذا كيف أن ترتكب الدواعي والإسلام في سوريا ودمار الكنان حتى في العراق يعني نشارع العرب والأس الخوف يعني هذا يجب تعقق إنسان يجب للغاء بالتبتر في طول التي تدرس أخ زكريا أخ زكريا يعني أنا عاوز أشكرك يا أخ زكريا يعني المداخلة وصلت إحنا مسيحيين إحنا منحب الكل منصلي من أجل الكل والكتاب المقدس بطالبنا نصلي من أجل الحكام والملوك والولاء إنه حتى الرب يعطي حياة هادئة ومطمئنة أيضا وطبعا إحنا ما بنخدش أي جهة ولكن إذا كان الدين بقود للعنف والقتل والبهدل والسبايا وأنا كنت في هذه المناطق يعني شفت المناطق اللي كانوا ببيعوا البنات اليزديات كجوار وعبيد وغير اللي اتقطع روس وغير وغير وهاي لكن حلقتنا اليوم أكتر إيجابية أخ زكريا أنه إحنا عاوزين نقدم يسوع المسيح وأنا بشكرك دايما على مداخلاتك أنت بارك كبير يا أخ زكريا وبصلي أن الله يباركك ويستخدمك أيضا أنا عاوز أنا عاوز أقول إخوتي وأخواتي لما منقول سامريا إحنا مش بنتكلم إنك على جنسية معينة إحنا بنتكلم على تعبير أصبح تعبير مسيحي يعبر عن المحبة والرحمة والأخلاق المسيحية اللي فيها مساعدة للآخرين ومثل ما ذكرت أنه أعظم الوصاية هي تحب الرب من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك بهذا يتعلق النموس والأنبياء والرسول يحنى قال يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق فالمحبة الحقيقية مليئة رحمة وأثمار صالحة المحبة الحقيقية هي المحبة المضحية والمتفانية من أجل الآخرين المحبة لا تطلب ما لنفسها المحبة لا تظن السوء ولا تقبح يعني مش وقت للتقبيح ولا الدينوني المحبة تستر كثرة من العيوب المحبة مثل ما ذكرت هي تعبير عن العطاء وحياة الشكر يعني في كده المسيح تقابل مع المرأة السامرية أعطاها الماء الحي وحياة أبدية وخلاص لكل بلدتها في مرة طهر عشر برص ولكن في سامر رجع وأعطى الشكر والمجد للرب سأل يسوع أين التسعة أين التسعة يعني مش مجرد كلها واجبات دينية شكليات خارجية ولكن حقيقة أين هو جوهر الدين أين التسعة قال الرسول يحنى من قال أنه في النور وهو يبغد أخاه فهو إلى الآن في الظلمة وبتعرفوا إذا منقرأ في يعقوب 2 من آية 14 ما المنفع يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمانا ولكن ليس له أعمال هل يقدر الإيمان أن يخلصه إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليوم فقال لهما أحدكم امضيا يلا الله يبعث لك بسلام استدفئا واشبعا ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفع بنفس الإصحاح قال يا إخوتي لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحابا فما يكونش في محابا رياء فإذا أحبائي الكتاب بعلم كمان اسمحوا لأقرأ في رسالة يحنى الأولى إصحاح 3 وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا إحنا قلنا من هو قريبك مش بس الأخوي كل البشر وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه فكيف تثبت محبة الله فيه بكمل يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق وأما المحبة فلتكم بلا رياء يعني نعمل الخير للجميع كما يقول كتاب ولسيما أهل الإيمان في الكنيسة الأولى ما كانش فيه أي شخص محتاج وإحنا قلنا أنه أتباع المسيح ذهبوا وبشروا العالم بالمحبة مش أنه ياخدوا ممتلكات بل بالعكس باعوا كل الممتلكات وتركوا كل شيء وضعوا حياتهم بيد المسيح ووصلوا إلى كل العالم ببشارة الإنجيل بالمحبة والسلام أحبائي كتير بشوف صفحات الفيسبوك وبصراحة إشي مخزي وإشي محرج وعيب هو وقت أنك تطلع التاريخ كل واحد وعلى فكرة سأقصص حلقة لهذا الموضوع كل واحد عنده ماضي مظلم وكل واحد عنده التاريخ بس مش وقته لما أرمي حذر شعب إسرائيل وحذر وحذر ولكن لما أجنب وخض نصر ودمر أورشليم هنا أرمي ابتدى يبكى على شعبه ويتوب من أجل شعبه ويستغفر من أجل شعبه كان شي لوم خلاص ما هواش وقت أنك تقول ها سمعت شفت ما أنا هيك حكيت هذا أحبائي مش شيء رباني أترك الدينونة للديان الآن هو وقت لطلب الرب عايزين نعرف نصلي ونسأل ما الحكم من وراء المضوع ليه صار في هذه المناطق الله هو الله له السيادة والسلطان المطلق أنا ما يعني أستطيع أن أسل الرب عن طرقه ولكن ما أعلم أنه الله حتى إله في الموت ما خارج الله بحول كل الأمور للخير وحتى الأشياء اللي مش شايفين لابد أنه الله يعلنها في الوقت المناسب بالحقيقة كلنا في الموازين إلى فوق وجميعنا نحتاج لنعمة الرب لا تشتكي ولا الدين غيرك ولا تحلل سياسة ولا دينة ولا ولا اترك الموضوع للرب أنت أما أنت يقول الكتاب فاذهب ونادي بملكوت الله حباء العالم محتاج إلى رسالة رجاء رسالة رجاء لعالم يائس على الحفة بدون أي أمل محتاجين رسالة تشجيع لعالم عم بيشعر عم بحس بالانحناء الروحي الناس أصيبت بالصدمة والعديد مصاب بموضوع الخذلان ما عادوا يصدقوا أي شيء لا بصدقوا الحكومي ولا بصدقوا رجال الدين ولا بصدقوا الإعلام أو السياسة ولا حتى للأسف بعد الكورونا الناس فقدت ثقتها بالطب وبالأطبة العالم يحتاج إلى يسوع المسيح مش لإصلاح ولا لأي شيء آخر فالناس فقدت الأمل في كل شيء ولكن عاوز أقول في رجاء من رب الرجاء من إله الرجاء من الرب يسوع المسيح اللي ممكن يغير حياتك رأسا على عقب المسيح حارب العنصرية حارب الكرهية مرة يسوع كان بدي يدخل بلد سامرية قرية سامرية رفضوا أن يدخلوه فيحنى ويعقوب ابناء زبدي ابناء الرعد بيسميهم يا رب أتريد أن ننزل نار من السماء بتحرق هؤلاء الزنادقة وهؤلاء الكفار وهؤلاء الأشرار ألني ستوب 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 لستما تعلمان من أي روح أنتما إن يسوع لم يأتي ليهلك ليهلك أنفس الناس جاء المسيح ليخلص ولكن يوم من الأيام سوف تقف أمام يسوع المسيح وإن لم تؤمن به ورفضته سوف يهلكك إلى الأبد في عذاب نار جهنم إلى أبد الآبدين فالفرصة مفتوحة الآن لك إنك تعطي حياتك ليسوع المسيح المسيح نادى بالتحرير من الكراهية لأن الكراهية بتعمي وبتظلم عيون الناس المسيح حارب العنصرية ضد السامريين أو ضد المرأة الناس كانت تتكلم ضد المرأة أو ضد الأطفال كان بنادي وبطالب بالعدالة الاجتماعية المسيح دافع عن حقوق الإنسان نعم أحبائي هاي هي رسالة يسوع المسيح في الختام في الختام عندي سؤال هل أنت سامري صالح الخلاص هو بالنعم بالنعم أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا عملهم مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد صبق الله فأعدها لنسلك فيها لا تقول لمؤمن بالمسيح وأعمالك عكس إيمانك في برهان في ترجمة في ثمر لهذا الإيمان هو الأعمال الصالحة هل تريد أن تكون سامري حاول أنك تساعد حاول أنك تساهم ادعم اسند برع إذا ممكن تروح حتى تساعد روح ساعد وأعطي الطعام للجياع والماء للعطاش أعطي الملابس للعريانين أعطي مسكن للمحتاجين وإلى آخره ولكن هذا البرهان وهذا العمل هو نتيجة إيمان فهل تؤمن بالرب يسوع قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ يا رب يسوع أنا ضيعت عمري وعشت أيام مسيحي اسمي مش عم بعكسك في حياتي وحتى لو كنت مسلم ممكن محتاج تعطي حياتك ليسوع وشوف شو الرب رح يعمل فيك معجزات خالقة بيكتب اسمك في سفر الحياة فهل تريد الحياة الأبدية؟ اشتركوا في القناة